الناس كثير بتسأل ان هم بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. اه بس ان انا اناوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي لست فيه لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي لست اه كاملة بينزل عليها فيديوهات الترمي كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة. وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي لست او قوائم التشغيل. هتقعد بها تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتبعه. وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب. ما هتنساش ان انت هدعمنا بلايك ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا. ياريت تشترك في القناة. نهاردة ان شاء الله هناخد اللي هو ان شاء الله لما تعديه. يبقى ان شاء الله كده المنج يعتبر اللي جاي بقى تحصل حاصل. افكار بسيطة وان شاء الله هتلاقي بقيت المنج سهل يعني. ده يعتبر عصب ترج. الدرس اللي فات انا قلتلك عليه الدرس التالت والرابع في الترج بالزات. هما دول اسس ترج. العمود بتاع ترج. طبعا الكلام ده هتكمل عليه في الترمي التاني والحاجات ان انت هتخذها النهار ده دي برضو هتحتاجها في تانية سنوية فما ينفعش ان تنساها ولازم ان تتعلم الدرس كواس جدا ويكون انت فاهمه. فاهم انك هتعمل ايه. وانا مش هسيبك الا ما يكون فاهم. مش لازم نشرح بسرعة عشان نبدأ ان نحيال. لا غلط. لازم ان تفهم كويس عشان تعرف تحالي. عشان الدرس المسائل بتاعته فيها افكار. السؤال مختلف عن اللقاء دي. فيبقى انت فاهم احنا نعمل ايه. الدرس لو انت فتحت كتاب المعاصر هتلاقيه. المعاصر عرضه بترام مستفزة. فان شاء الله انا حاول اخصولك. لان انا بحط نفس مكانك. الدرس بتكلم عن حاجة اسمها related angles. related angles. يعني هي related angles. هي واضح كده من المعنى معناها بالعربي اصلا اسمها الزوايا المنتسبة. ومعناها كده بالعربي ان في حاجات يعني مش هتكون angle واحدة ده هتكون اكتر من angle. بالزبط كده. اولا انها بيقولك ان the definition of the related angle. هي وعبارة عن two angles. the difference between their measures. وخليبالك قالك difference. between their measures. or the sum of their measures. يامة difference. يامة the difference. يامة the sum. equals a whole number of right angles. يقول ذي ليه? a whole number of right angles. مش عايز اكتمل الليه عليك. مش عايز اكتمل من الشرح التاعي. ما تقولش نفسك امتى امتى هنخلص. للدرس افكاره كتيرة. فعايزك تركز في كل كلمة. يعني ايه? يعني عارفته من الكلام ان هو عبارة عن two angles. الصام بتاعتهم او difference ان ما بينهم يطلع لك ايه? a whole number of right angles. يعني ايه? a whole number of right angles. عارف ان تلك اه. مش كان بيكون عندي هنا four quadrants. اه. ايه. ايه. وكنا بنعمل 90 plus 90 تلع لك انا 180. ايه. 100 plus 90 تلع لك انا 270. 270 plus 90 هتكون equal 360. دي اسمها multiple of the 90. مضاعفات ال 90. اللي هي برضو. a whole number of right angles. a whole number of right angles. مضاعفات ال right angle. يعني كلهم بره بعمل سكيب كاونت 90 ديجري. يعني معنى كده مستر هي red angle دي عبارة عن two angle. الصام ما بينهم او difference ما بينهم يطلع لك انجل من الانجلز دي بالزبط كده. حتى بص هنا بيقول لك ايه? two hundred ten minus thirty equals 180. الone hundred eight ايه. اه. دي اعتبر هنا بقى ايه? two right angle. one hundred eight دي عبارة عن ايه? two right angle. لاني دي انه بتعتبر ناينتي وناينتي. ناينتي بلاس ناينتي اقوالز ون هندرد ايدي دي جري. ماشي? خلاص ماشي. يبقى اني عارفنا عبارة عن two angle. نجمعهم نطرحهم بيطلع لك انجل مبتوع اللي ايه? ال nine دي جري دي. صح? اه. ماشي? وبعد ايه? تعال افكرك بحاجة بقى ايه مثال تعدي. يا رب تكون فكيره. كنا احنا بنتكلم عن دي احنا قلنا قبل كده ان ما بيشتغلش اللي في ال right angle triangle. مسلا عندي هنا ايه? بي سي. اه. فاكر انا. وكنا بنقول. ماشيور انجل بيطلع ب ناينتي دي جري. ايه ايه ايه. وكنا بنقول ان two accurate angle دولت. ال A plus C. التو انجل دولت. السم بتاعتهم بيكون ايه كولز برضو. هيتكون ناينتي دي جري. الماشي بتاعتهم. ومش لازم واحدة بفورتي فايف والتانية بفورتي فايف. مش لازم ان واحدة مثلا بثيرتي والتانية سكستي. مش لازم ايا كان بقى. اهم حاجة ان بتو انجل دولت. السم بينهم. يطلع لك ايه? ناينتي دي جري. تمام كده تمام. ماشي. خلاص. كنا قلنا معلومة مهمة جدا 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 جدا. ما بين ال A و C. كنا احنا قلنا. ان ساين ايه? ساين انجل ايه? فاكر? 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 مش فاكر? طب خلاص انا فكرتك هوا. وكان السؤال اللي دي يجي طالب يسأله النفس يحدث. هو ليه? ليه ان ساين بتاعت الانجل دي. ايه قولز بكوزاين بتاعت الانجل دي. والي거 كوزاين الانجل a? بتكون هو ده دور الدرس بتاع يوم نهارده. اللي هي Survey ليه? هيجي يقول لك النهاردة? الدرس بتاع النهاردة هيجي يقول لك ليه? ليه ان الساين بتكون ايكولز الكوزاين? وليه الكوزاين بتكون ايكولز ساين? ولكنت لاحز هتلاقى عندك هنا هي دي بقى اسمها الزوايا المنتسبة. يبقى انت فهمت اول حاجة دور الدرس بتاع النهاردة ايه? هيعرفك ان الساين بتكون ايكولز الكوزاين ليه? وبقى بقى ايه? بقيت الانجلز بقى ما هيفتحها لك ما انت كده فتحت عنافسك فتوحة كبيرة وهيجيب لك أنجلز كتيرة فده دور الدرس بتاع النهاردة ماشي خلاص يبقى الدرس بتاع النهاردة الدرس بتاع النهاردة هيعرفك ليه الصين بيكون ايكم ده غير بقى التاني والكوتان ومعرف شي والحوارات دي ليه كل ده ليه هنشوف النهاردة هنشوف النهاردة بس عايزك تركز معي مركز والله مستي تعال دي كل دي اسمها وانهاندد ايتي مايناس سيتا كوزين وانهاندد ايتي مايناس سيتا تان وانهاند ايتي مايناس سيتا ما عليش بس يا مستر هيدي جيت ازاي هفاهمها كل حاجة بس خلاف فوقتها كايب لك الانجل دي وبيقول لك أنا عايز الاكوافلنت ليها انجل بتكون اكوافلنت دي بتكون بتسويها زي كده سين اي ايقوالز كوزين بي او كوزين سي ليه جيت ازاي احنا بقى هنطلع هنا طب تان الانجل بتكون اكوافلز مين طب السين بتاعت الانجل دي بتكون اكوافلز مين وهكذا الستة دي ممكن يجيبها لك وممكن بتتغير حط ما كانت تين تونتي تيرتي فورتي ايا كان يبقى دي مسائل عايزين نطلع ان السين الانجل دي هتكون اكوافلنت المين من اللي بيكون اكوافلنت ديها طب الشكل ده جزاي كل حاجة في وقتها خلينا اقول لك كل حاجة في وقتها أنا مش عايز اشرح لك بطريقة المعاصر عشان انتهتوه مني دلوقتي احنا عندنا هدف أنا لسه ألك من شوية ارجع أنا قلت لك ان سين ال اي اقوالز كوزاين السي او كوزاين ال اي اقوالز سين السي جيت لاي جيت ازاي فده اللي احنا هنعمل النهاردة بس قبل ما اقول لك الحل ازاي قبل ما اقول لك الحل هيكون ازاي هنستخدم رولز بقى وحوارات احنا طبعا قلنا في اللي فات ان احنا عندنا هنا فور كوادرانس اللي عندنا ده الفرست كواد وده الثاند كواد وده الثيرد كواد وده الفورث كواد وكان بيكون عندي ده زيرو وده هنا ناينتي وهنا بيكون عندك هنا وهنا هندرد ايتي وهنا هندرد سيفنتي وفي الاخر هنا بيكون كام ثري هندرد سكستي الانجلز دي بتطلع لك بكام ثري هندرد سكستي الوقت لو قاكل لك أنا أريد أن Angles أو Measure بتاعت Angles في First Quad أنا أريد Measure بتاعت Angles اللي هيجيبها لك في Second Quad طب Measure Angles اللي الموجودة في Third Quad أو Fourth Quad هني عمل إيه في First Quad نقول 90-C اللي بيجيبها لك ساعتها طبعا كل ده كلام نظري انا معرفش اقول لك دوقتي لما خلص الملاحظات دي بس هل يقدر اقول لك دلوقتي لما يكون عايز الميجر بتاعت الانجل في ال first quad بنجيب 90 لجنيه منس السيتا اللي بيجيبها لك في المسألة انت عندك دي 90 في ال first quad 90 منس السيتا وفي الكواد اللي بعديها بعد 90 بقوله 90 بلس السيتا طب لو كان مثلا ال 180 دي الروب بتاعتها بناخد في الكواد اللي قابليها بقوله 180 منس السيتا والكواد اللي بعديها بقوله 180 بلس السيتا دي طريقة لشان تكتب بها الحاجات دي بسرعة ال 270 في الكواد اللي قابليها هنكتب هنا 270 منس سيتا والكواد اللي بعديها بيكون عندك 270 بلس سيتا 270 بلس سيتا و 360 في الكواد اللي قابليها بقوله هنا 360 منس سيتا 360 منس سيتا الروب بتاعتها لازم ان انت تحفظها بالطريقة اللي انا قلتلك دقيقة الـ 90 في الكواد اللي قابليها 90 منس سيتا واللي بعدها 90 بلس سيتا الـ 180 اللي قابليها 180 منس سيتا واللي بعدها 180 بلس سيتا الـ 270 اللي قابليها 270 منس سيتا واللي بعدها 360 منس سيتا والـ 270 بلس سيتا عما تكفي الا طيب احنا عندنا هنا بقى كنا احنا قولنا في اللين اللي بيت بتعت . كنا احنا قلنا هنا عن طريق الس ال토كول الاس ايضا الجاء وبيكون عندك هنا بيكون كلهم positive وفي السكند كواد بيكون عندك هنا آية آية بيكون عندك هنا في السيرد كواد بيكون عندك هنا الكوزاين وهنا جدعى إنت بدول إيه هنا بيكون عندك هنا التان وهنا بيكون عندك هنا الحاجات دي أنت لازمة تتعلم انك تعملها لوحدك والله ميستر أنا هتعلم وأعمل بس أنا مش فهمك انت عدت تلبخ وتقول كلام غريب وانا مش مرم حاجة اصلا ما انا عارف احنا كده خلصنا الدياتا اللي هتساعدني في الحل بتاعت المساء ماشي معاكل الاخر وبعد ايه انت عندك هنا فيه انجل هي دي قواعد بقى دي قواعد ايه قواعد في ايه انت قلت حاجة ان الانجل زي دي احنا بنسمات انجل زي الطيبة طيبة طيبة ايه مستر احنا عالي صغره اخوه ده مني كان انا عالي صغره سيدي انجل طيبة هتقولها على كده بينك هتقول دي الشريرة بالزبط الله يفتح عليك دي بتهزر لا بالكلب جد دي الشريرة واعترف لك كمان شوية دي طيبة لما نيجي نشوف المساءل دي شوف لو جت راحز هتلاقينا جاب لك ممكن يجيب لك زير و ما بيجيبري الزير وان ازره بعض الزياذ ايه ايه الاصر مش حاجة يعنى fault state 116 100-3160 دي الانجل زي الطيبة 伊whistle ما لها الانجل الطيبة ديها مستر بتعمل ايه انجز الانجل دي ما بيتغيرش الratio او بتغير اه ما فيه angle بتغير الفونكشن وفيه angle ما بتغيرش 180 و 360 ما بتغيرش يعني السين بتكتب هنا بره سين كوزين بتكتب بره هنا كوزين تان بتكتب تان في الأنثور هنا سين برضه 180 و هنا zwei نكتب هنا صين هنا كوزين نكتب برضه هنا كوزين 180 لقيتها اه اكتب الفنكشن زي ما هي 360 برضه طيبة زيها و هنا كوزين برضه كوزين وانا بردو التان بردو بتاع 360 هنكتب زي ما هي بردو ايه التان الـ 90 بتغير مسألة دي خلصت لسه لسه انا بمسك لك نقطة نقطة شوف الـ 90 بقى انا لسه ما عملتش حاجة لسه ما اولتلكش الحل هيكون ازاي شوف الـ 90 دي تغير السين تكون كوزين والكوزين يكون سين اما التان تدغير تكون كوزين تغير السين تكون كوزين والكوزين تغيرها تكون سين والتان تكون كوزين بردو الـ 90 تغير السين تكون كوزين والكوزين تغيرها تكون سين والتان تكون كوزين هنا بردو 270 نفس الفكرة سين تكون كوزين كوزين تكون سين والتان تكون كتان 270 ساين تكون كوزين الكوزين تكون ساين والتان تكون كتان يعني المسألة خلصت لسه يا حبيب قلبة ده احنا لسه بيقول يا دوبة بيقول هاي دع فكرة الحتة دي هو اهم جزء في الدرس اهم جزء في الدرس عربت تحل وفهمته خلاص خلاص الدرس خلص بجد والله العظيم مع شوات ملاحظات بس كده خفيفة هو ده الاساس طب معلش يا مسترب قبل ما تدخل في الحتة اللي بعدها بس راجع لنا للحتة دي انت قلت ان معانينا 100 8 دي طيبة ما بتغيرش الفانكشن وال90 وتو 100 سميد اللي هو ما دوله الاشيرين دولت بيغيروا بالزبط كده بالزبط كده مم وبعد ايه بتكتب السيتة زي ما هي ليه لان الطيبين ما بتحط الفانكشن بتكنسل دي بقى خلاص راح ولكنه موجود يعني بتكتب السيتة لقى الانجل دي انجل دي هنا برضو نفس الكلام برضو بتكتب سيتة الانجل دي نفس الانجل ما بتغيرش لسه بقى الساين بقى الاشارة لسه نلسه نحط الاشارة هعيدلك تاني ما تقلقش مش هاسبك لما يكون فاهم ما تشيلش هم حاجة حتى لو اعيدلك تاني ما تشيلش هم حاجة بس تركز معايا كده بس تمام ماشي وبعدين هنا بقى بيقولك عايزين بقى نشوف الاشارة الساين بقى هاي اطلاق تكون بوزدب ولا نجد نرجع بقى نشوف المسألة لو جنت لاحظ هنا هتلاقي ان انت عندك هنا ساين وان هندرد ايتي ماينس السيتة وان هندرد ايتي ماينس السيتة دي في انهي كواد برجع كده للرسمة بتاعتك موجودة مستر في الساكند كواد الساكند كواد بيكون عندك الساين بس بيكون بوزدب ارجع للمسألة بتاعتي في اساس المسألة مش في اللي انا كدبه اساس المسألة جاب لي هنا ساين يبقى هتكون بوزدب زي ما هي طب ما هي نفس الكواد وجاب لي هنا كوزين لا ده هتكون هنا نجدب طب والتان هتكون نجدب هي بس بتكون بوزدب بس مع الساين مش فهم حاجة شوف اللي بعدين موجودة فين موجودة في الساير دي كواد الساير دي كواد بيقولك ان التان بس اللي بيكون بوزدب لو لقيت تان حط الإشارة بوزدب فين التان اهي هتكون بوزدب طب لقيت كوزين حط نجدب لقيت ساين هتكون نجدب ايوه بدأت افهم شوف دي سريهان سيكستي ماينس السيتا سريهان سيكستي ماينس سيتا ده هنا موجودة في الفرس كواد قالك ان الكوزين بس اللي بكون هنا فيه بوزة دي جاب لك كوزين هنا بوزة دي طب والسين نجد طب والتان برضو نجد تعالها كده ناخد دي كابي شوف هنا 90-يتا 90-يتا موجودة في الفرس كواد في الفرس كواد بيقولك ان الكل بتكون كلها بوزة يعني ساين او كوزين او كوتان كلهم بوزة دي فهنحط هنا بوزة دي بس البوزة ما بكتابش طب 90-يتا تعالك هنشوف 90-يتا فين 90-يتا بيكون هنا موجودة في الساكن دي كواد في الساكن دي كواد بيقولك ان لو لقيت ساين تحطي لها بوزة دي اي حاجة غير الساين تكون نجد ارجع على اساس المسألة الاقي ساين يبقى هنا بوزة طب لقيت كوزين نجد لقيت تان نجد طيب 270-ستا 270-ستا هقولك لوقت اجزامبل على فكرة يعني هحلالك لوقت يبقى مثلي 270-ستا 270-ستا فين موجودة في الساكن دي كواد بيكون عندك هنا التان بس اللي بيكون بوزة دي جيتها بوزة لقيت هنا ساين لأ هتكون نجد كوزين نجد التان هتكون بوزة طب ممكن تدينا مثلة بدل الهاري دا كله حاضر بوز كنا في المسألة دي انت جاب ايه هنحل مسألة دي تحل ايه همشوف احل الحاجات دي ايه دا بس ايه دا بس بقول لك هنا طبعا اكيد انت عارف ان دا بيكون عندك هنا دا الكوزين وبيكون عندك هنا لدي ايه إس ساين دا الكوزين وبيكون عندك هنا الايه إس ساين الكوزين بتاعت الانجل وهنا الساين بتاعت الانجل صح ولا لأ فاكر كنا من قول ان الكوزين بتاعت السيتا كان بتكون terms of a 5 over 13 طب والساين بتاعت السيتا 12 over 13 طب لو جاء انا عايز التان بناخد النميريتر بتاعت دا والنميريتر بتاعت بتطلع لك هنا 5 over a 12 فبيقولك لما اقول لك سيادتك لازم تتعلم ازاي تعمل برضو الرسمة بتاعت انت بتحط هنا وانا في الاخر هنا الكواد اللي قابليها اللي بعديها الكواد اللي قابليها الاسيد مائناس سيتا الكواد اللي قابليها الكواد اللي قابليها الاسيد مائناس السيتا اقول اللي بعد هي الاسيد بلاس السيتا الاستكترو terminar الاسيد يكتب الق sister A S T C ال S اللي هو السين وال T اللي هو التان وال C اللي هو الكوزين والهين ال Old تعال بقى اسأل نفسك الاول اول واحدة دي هتعمل تشينج الفنكشن ولا لأ بتعمل بتغير السين تكون ايه هنحل الاولة دي هتكون كوزين كوزين ايه كوزين سيتا بتبسأل نفسك الاول ال 90 بتغير اه بتغير السين تكون كوزين طيب الاشرة بقى لسه السين 90 مينس سيتا اخوه ده قاعدة كده دايما دايما بصدق لانه بتكون في الفرس تكواد كله بيكون بصدق يبقى سين 90 مينس السيتا بتكون كوزين السيتا يبقى انت فكت دي طلعت لك الانجليا كوزين سيتا كوزين سيتا بكام احنا مطلقينها في الداتا هنا 5 over 13 يبقى دي اول مسلا التحدد شام حاج طيب شوف اللي بعدين ال 100 8 بتغير لأ فبتكتب كوزين زي ما هي كوزين سيتا تبقى الاشارة السين قال لك هنا 180 بلاس السيتا مكانها فين مكانها فين اها ديت موجودة في الثرد كواد اللي بيقول لي ان التان بس اللي بيكون فيه بوزدف ارجع للمسألة اللي جابلي هنا كوزين يبقى المسألة هتكون بوزدف ولا بالنجدف بوزدف يا عم بركز يا عم انت ايه انت بلع بتاع ازاي ما انت عندك التان هي اللي بيكون بوزدف هو جاب لكوزين فتكون ناجدف بقت عندك هنا ناجدف كوزين سيتا يعني ناجدف كوزين سيتا اللي احنا جايبينها اصلا ب5 over 30 همش فهم حاجة برضو ايه همش فهم حاجة طب السك السك هنجيبه الرسيبروكال بتاعته مين الرسيبروكال بتاعت السك الكوزيك مين الرسيبروكال بتاعت السك بيكون عندك هنا مين الكوزيك يبقى هكتب له هنا المرسيكال بتاعت كوزيك 90 plus سيتا كوزيك سيتا على فكرة 90 plus سيتا انا هنشوف بقى الاشارة بيقولك هنا 90 plus سيتا 90 plus سيتا يبقى احنا كده في السك اللي بيكون فيها بس الساين بيكون فيها بوزدر بيكون فيها الساين بس بيكون بوزدر طب الكوزيكال السك هنا هتكون في احنا ارجع من المسألة لا هنا سك يبقى هنا هنحط بوزدر طب انا مش عارف برجيبه رسيبروكال بتاعت برجيبه رسيبروكال بتاعت السك هي رسيبروكال بتاعت الكوزين يبقى يدي في الاساس ككوزين طب هنا سين لا دي كوزين لا مختلفين هتكون هنا النجدر لو فيه ناس بيجيبه بسرعة يقولك ازاي ماينفعش الاس تيجي مع الاس ماينفعش الاس تيجي مع الاس اول ما يتلاقي مشابهها بعض وحط النجدر فيه ناس بتقولها كده تانية مستر معلش تاني احنا جابنا الريسبروكال بتاعت مين السك اللي هتكون هنا لأيه الكاسك سيتا طب السك ده الريسبروكال بتاعت مين بتاعت الكوزين هنا ناينتي بلاس السيتا موجودة في السكند كواد بيكون فيها بس السين بيكون بصدر طب جاب لك هنا السك الريسبروكال بتاعت الكوزين يبقى هتكون هنا ايه نجد تاني احنا جابنا هنا السك هنجيب الريسبروكال بتاعتها يعني هنا كوسيك سيتا كوسيك سيتا السيك دي هي بتاعت الكوزين وحنا في ساكن دي قوات بيكون بس السيد اللي بيكون بصدر ده بده كوزين هنحطه للنجدب نجدب كوسيك الكوسيك اللي هو ريسبروكال بتاعت مين؟ لو انت ادمغك قالتلك ان الكوسيك يا ريسبروكال بتاعت الساين والكلام مين؟ لا 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 احنا المسألة بتتحل بنان على مقطعين كل مقطع مالوش علاقة بالتاني عبارة عن جزئين كل جزء مالوش علاقة بالتاني انت عندك اين السيك ناينتي اه ناينتي تغير السيك هيكون عندك الكوسيك سيتا يبقى انت كده غيرت الفانكشن خلاص كده انتهت نشوف الاشارة الاشارة بتجيب بنانا على ايه؟ على اساس المسألة الوالسيك كده ناينتي بلاس السيك بيحنا كده في الساكند كوات في الساكند كوات اللي بيكون فيها بس الساين بس اللي بيكون بوزدل او ريسبروكال بتاعت الساين الوال الكوسيك انت عندك انا ليه لات سيك لأ هتكون بالناجدب ناجدب كوسيك عايزين بقى نطلع الانسر النيجدب هتكون الكوسيك هي ريسبروكال بتاعت مين؟ بتاعت الساين عشان نجيب الانسر في الاخر هي ريسبروكال بتاعت الساين السي عكسها الاس بدل ما 12 اوبر 13 هتكون 13 اوبر 12 طيب تاني كده 200 سيفينتي دي بتغير بدل الكوسيك هتبقى سكة يعني المسألة دي تعالي نعملها هنا كده هتبقى سكة سيتا 200 سيفينتي مينس السيتا دي موجودة فين؟ 200 سيفينتي مينس السيتا فين 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 موجودة هنا في السايرد كواد السايرد كواد بيكون عندك التان بس بيكون بوزد اجا بصقى لك جاب لي هنا كوسيك اكيد هتكون بالنجيب طيب الانسر هنا هيكون ايه بقى؟ جاب لي هنا النجيب هنحط النجيب السكة هو ريسبروكال بتاعت الكوساين بدل ما 5 اوبر 13 هتكون 13 اوبر 5 مرة في مرة اطلال الموضوع معك بقى حلو بقى سهل فما تقلقش ما تتعقدش من الدارس انا بقولك هواد انا النهاردة مش شرط ان انا قديك تمارين وكسرسايز وكلام منها بالراحة خالص 360 مينوس السيتا ده دي من ضمن الطيبة فما تغيرش التاني هتبقى زي ما هي تاني سيتا دي موجودة فين؟ في الفورسكواد الفورسكواد بيكون عندك بس الكوزان بس بيكون بوزده ده بجابلي هنا تاني يبقى اكيد نيجدف تان سيتا يعني نيجدف تاني احنا طلعنا في 5 اوبر 12 سلام لما مستر تمام نيجي بقى هنا عند الكو تان نيجدف سيتا كو تان نيجدف سيتا بدي معلومة لسه هنقولها كمان شوية يعني مختصة يا فاية تاني اهي هنقولها لسه يعني هنقولها لسه بس لحد كده الدنيا ايه؟ الله مستر الدنيا بايزة طب ليه بس كده؟ طب تعال ناخد مسألة من بتوع الايه؟ الدرس التالت فاكر؟ الفكرة دي بتاعت السؤال ده احنا كنا اخدناه في الدرس الاولاني في الدرس اللي فات لم يجيب لك يقولك الكو تان نيجدف 4 over 5 وده مرسومة فيين؟ في 90 and 180 يعني ده موجود في الساكند كواد اه فاولك انا عايز بقى ايه؟ فاكر لما كان الدرس ده يجي يقولك انا عايز فكنا بنرسم ترينجل وبنحط هنا السيتا بيقولك هنا الكو تان الكو تان بيكون ايقلز الادجيسنت اوبر هايبوتونس اي ده الادجيسنت و اي ده الهايبوتونس وعلشان احنا هنا عند النيجد بورد بتاع الاكس اكس نحط هنا النيجد هنجيب بقى الابيزت ده عن طريق بيثاجر الثيروم هيتطلع لك بثري فانت باعك الكوزين هنجيب بقى هنا الساين الساين بيكون ايقلز الابيزت اوبر هايبوتونس ونجيب التان التان بيكون ايقلز الابيزت اوبر ادجيسنت ثري اوبر نيجد فور ده الاداتة اللي هتساعدك في الحل ده اللي احنا كنا خناف الليسن اللي فات الدرس اللي قبله يعني ماشي ماشي طب لما اجيب لك المام مسألة زي دي بولك انا عايز الوان هادر ات دي ما بتغيرش الاكوافلنت الانجل اسأل نفسك الاول الوان هادر ات دي ما بتغيرش احنا وقتا بنحل من غير الايه الرسمة بتاعتنا حول مرة ما بتغيرش فبتكتب ساين زي ما هي ساين سيتا طب الوان هادر ات دي ماينس سيت دي موجودة فين دي وان هادر ات وان هادر ات ماينس سيتا دل قابليها موجودة في الساكند كوات عايز ترسمها رسمها موجودة في الساكند كوات ممكن ترسمها الاول لما تحفظها وبعد كده بايه آآ يكون عندك السين بس اللي يكون بوصدب ارجع على اساس المسألة اه ده سين يبقى برضه هل يكون بوصدب يبقى الانجل دي بتكون اكوابلد مين لسين سيتا اللي هي بكان بثري اوفر فايف طب ثري هاند سيستي مينوس سيتا برضه ثري هاند سيستي ما بتغيرش ما بتغيرش فبتكتب سيك زي ما هي ما بتغيرش الفانكشن دي طيب دي موجودة في عين هي كواد موجودة في الفورث كواد هنا هنا اللي بيكون فيها الكوزاين بس اللي يكون بوصدب والرفسبروكال بتاعتها اللي هو السك اللي بكون برضه بيكون بوصدب ارجع لأساس المسألة لها سك يعني برضه هكون بوصدب طب السك هي الرسبروكال بتاعت الكوزاين فيدي الكوزاين أحى نجد فور اوفر فايف هانشقلبها هتبقى نشد Paste عشان دي سك يبقى السك هي bleموس بتاعت الكوزاين الكوزاين بكم نجد فور اوفر فايف Jenشقلب طيب كمان مسألة لما يقول لك مسلا ده فيه انجل هنا بالنجدب ماينفعش اقسيب الانجل بالنجدب مصر عادي بدي زي لأ ديم ازاي دي ديم ازاي دي دي ان الانجل دي بالبوزدب دي بجاء بالنجدب لا 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 ماينفعش لازم اخليها بالبوزدب فانا بقوله هنا تان افتح براكت اولو سيتا مينوس 180 بلاس 360 عشان اخليها بالبوزدب 360 مينوس 180 هطلع لك هنا 180 بلاس سيتا ده التان يبقى الانجل هنا بالنجدب انا خليتها بالبوزدب ازاي دي فطلة 360 فعندك هنا التان وانهاند ايتي بلاس السيت الانهاند ايتي ما بتغيرش فبتكتب التان زي ما هي طب دي موجودة في أنهي كواد 100A تهيت بلاس يبقى موجودة في الثرد كواد مدام بلاس هات اللي بعديه موجودة في الثرد كواد الثرد كواد بيكون عندك التان بس اللي بيكون بصدف أرجع للمساء لجايبلي التان برضو يبقى بصدف التان سيتا احنا مطلعنا هنا هي نجد بثري أوفر الفور هنا بيقول لك هنا بيقول لك أن طبعا عندك دا الكوزين وعندك دا السين يفقى بيكون عندك هنا الكوزين بتاعته ستعال هنا كوزين السيتا هكون نجد بثري أوفر الفيف وسين السيتا فور أوفر فيف التان سيتا التان بيكون ايقولز السين أوفر الكوزين النومراتور over النومراتور negative 4 over 3 يلا هنعمل هنا الأستقرول A S T C ماشي و هنا 0 و هنا 90 180 270 و هنا 360 180 plus C أول سؤالينا بقول لك هنا sign 180 اسأل نفسك 180 دي ما بتغيرش 100 80 دي ما بتغيرش فهتبقى زي ما هي sign سيتا طب بص بقى نشوف البقى sign بقى الإشارة هنا بقول لك 100 80 plus theta فين 100 80 ها plus theta يعني بعديها مدام plus يبقى انت كده في الثرد كوات في الثرد كوات بيقول لك ان التان بس بلتبكون بزده جايب لك هنا sign اه يبقى هتكون بالnegative يبقى الإجابة negative sign theta يعني negative الصين اللي احنا مطلعينا بكيه والله يا مستر منحاس انها بدأت افهم يا ابناء سهلة تبدأ مستر دي غريبة ليه بس يا قلبي ما انت عندك هنا بقول لك دي من 90 دي من 90 تمام انت عندك هنا 90 بتغير الكوزين هتكون هي عندك هنا بدل الكوزين تكون هنا sign 90 minus theta دايما بتكون بالبوصدب دايما عشان هتقابلك في وسط المعمعة المسائل تعرف على طول هاي دايما بوصدب بقى sign theta sign theta تمام انت عندك هنا بيقول لك مش هتغير على فكرة بدل ما هي tan هتبقى زي ما هي طب 360 minus theta دي موجودة في الفورتك وقت بيكون عندك الكوزين بوصدب ارجع للمسألة لها هنا tan يبقى هتكون نجدب يبقى نجدب نجدب ايه tan theta tan theta التان اللي احنا مطلقان اصحب بالنجدب نجدب 4 over 5 نجدب 4 over 3 هتكون بوصدب 4 over 3 يبقى 2 hand 20 بتغير الكوزك هتبقى sec theta طب دي موجودة فين ادت 20 وقال لك هنا minus minus يبقى موجودة في third بيكون عندك التان بس بوصدب بيكون عندك هنا التان بس اللي بيكون بوصدب طب جابلك هنا ايه كاسك يبقى هتكون بالنجدب نجدب 6 theta 6 theta 6 theta هو رسيبه الكربة بتاعت الكوزين لان الاس عكس c بدل ما c over 5 هتكون negative 5 over 3 نجدب نجدب هتكون بوصدب فهتخلص هتبقى هنا 5 over 3 دي بقى أرضه نفس الكلام theta plus pi طب ما هي pi دي اصلا 180 يبقى sick عايز تكتبك تبهم 180 180 180 ما بتغيرش ال function هتكتبقى sick زي ما هي طب sick هي رسيبه كالبتاعت مين الكوزين الكوزين دي موجودة فين قال لك خلي بالك 180 plus theta 180 plus theta فين 180 plus added 180 plus theta يبقى موجودة في الساكة في مدام قال لك بلاس بخد اللي بعديه بيكون عندك التان بس اللي بيكون بوصدب طب قال لك هنا لا هتكون هنا بالنجدب هتكون هنا بالايه بالنجدب يبقى هتكون هنا بالنجدب يبقى هتكون نجدب sick theta sick وعكس مين الكوزين بدل ما فيه هنا بدل ما هتكون بالنجدب هتتكانسل الاتنين دولار هتكون تلعلك برضو طيب نحل دي برضو عشان ندخل بقى في جزئات تانية يا دي عبارة عن والتلك من شوية في المسألة اللي قبلها ما انفعش ان انا قليل لازم 180 plus theta 180 ما بتغيرش الـ function هتبقى sign زي ما هي هتبقى sign زي ما هي sign theta هتبقى عندك هنا sign theta 180 plus 180 plus موجودة في الثردك وقت موجود عندك هنا في الثردك وقت بيكون التان بس اللي بيكون بصدف هنا جابلك sign فهتكون هنا negative negative sign theta هيكون عندك negative sign 4 over 5 مرة في مرة ان شاء الله هتلاقي الدنيا برضو بقت ايه اسهل يعني عايز اقول لك معلومة برضو بقول لك خلي بالك لو جاء قال لك بقى sign negative theta زي ما انت شاف قدامك دي دلوقتي sign negative 45 negative 45 degree معلومة بتقول لك ايه ان sign والكوزين والتاني الكوزين شوفت معلش في التشبيه هنقول ان الكوزين بتاكل بتاكله بتكنسله بتاكل النجد بتكنسله فبتبقى عندك cosine theta زي ما هي يبقى النجد ولا كان موجودة فبيكون عندك هنا لأيه cosine theta بيكون equals cosine برضو cosine negative theta بتكنسل النجد ولا كان موجودة ولا كان ايه موجودة هتبقى عندك هنا cosine تمام كده تمام وبعد كده اما sine واما بتطرد يعني بتطلعه بره بتطرد يعني ايه بتطلعه بره خلي بقى لك من المعلومات دي تعالي بقى نشوف السؤال اللي احنا كنا عدنا مسألة زي مسألة زي دي بيقولك انه وسيتا والسيتا موجودة ما بين فانعايز بتاعت الحلوبيس اللي اجيبها لك دي طبعا معاك هنا بتاعتي انا عايز اجيب البال ايه الصين وعايز اجيب التان طب هنا محدد لك فانعايز اجيب البال ايه رسم لك المسألة دي ها في ده في يبقى ترسم هنا وتحط عند وقالك ان الكوزين بيكون بيكون فين اهي وعلشان احنا عند بتاعت بتاعت نحوط نحوطنا هنطلع بقى الابازت هنا بقى عن طرير بيس اجر السلم تطلع لك هنا فور وعلشان انت عند بتاعت بتاعت الواي اكس هتحط نحوط طلع بقى انت معاك هنا السين السين بيكون ايه كون والابازت اوفر هيبوتونوس والكوزين هم معانا هنا اصلا نهاية التان النمرياتور مع النمرياتور نجيب فور اوفر نجيب سري او الابازت هتطلع لك فور بالبصد طب هنا بقى بيقول لك الكوسيك طلع لك هنا بقى معلم هنعمل الاول الاستيك رول هتحط هنا زيرو وهنا ناينتي وهنا وان هندرد ايتي وهنا تو هندرد سبنتي وبعد كده الاستيك رول بقى نحط هنا او اس تي سي عايز تكتب الريش كلها ماشي او الفنكشن يعني بيقول لك هنا الكوسيك الوان هندر ايتي عمتا ما بتغيرش يبقى دي بتكتب زي ما هي ماشي ماشي نشوف بالإشارة وان هندر ايتي بلاس السيتا فين هو وان هندر ايتي اهي بلاس السيتا يعني هاخد ايه الكواد اللي بعديها بيكون عدك هنا التان بس اللي بكون بصدق ارجع للمسالة اللي اعمل هنا الكوسيك فاقوله لأ اللي هتكون هنا بالنجدف طب يا بالنجدف الكوسيك سيتا الكوسيك يعني بتاعت مين بتاعت السين السين وان كان إحنا المطلله بالنجدف إحنا نطلنا بالنجدف آآ من رسيبروكال يبقى نجدف تاني حتة دي ان metro نجدف هناك醉 هي رسبوكات بتاعت الكوزين وقلنا ان الكوزين بتاكل النجدب بتكنسل النجدب فيبقى عندك فين الكوزين نجدب 0 over 5 فهتبقى الإجابة عندك هنا بقى إيه نجدب 0 over 5 ما احنا قلنا دي سك احنا زين السك هتبقى نجدب 5 over 3 مستر انت مش قلت ان الكوزين بتاكل النجدب ده ده اللي جاي في الأنجل دي مش في الإجابة ده دي الإجابة دي الإجابة أما دي دي أنا بتكلم بتاكل النجدب في الأنجل زي اللي جابها لك في الأنجل اللي جابها لك في المسألة يبقى السك هي رسبوكات بتاعت مين بتاعت الكوزين الكوزين بتاكل النجد طيب 10 سنهان سكستي ما بتغيرش هبتكتب 10 زي ما هي طيب دي موجودة في أنهي كواد في الفورث كواد دي سنهان سكستي مينس سيتا بيكون عندك الكوزين بس اللي بكون بوزد جاب لك هنا تان يبقى الإجابة هنا تكون يبقى الإجابة هنا تكون يبقى الإجابة هنا تكون 10 سيتا 4 over 3 جاب لك الأنجل هنا بالنجدب ما ينفعش لا 90 دي بالنجدب لازم نأضيف لأي 360 أقول لك كتان سيتا مينس 90 بلس 360 هيبقى عندك كتان دي معادي يطلع لك 270 بلس السيتا 270 دي بتغير بتغير بدل الكتان هتكون تاني 270 بلس السيتا 270 بلس يعني الكواد اللي بعدي الفورت الكواد اللي بيكون عندك بس اللي فيه الكوزاين بتكون فيه positive أرجع للمسألة اللي هنا كتان يبقى تكون هنا بالنجدب نجدب تان سيتا التان هنا هيت 4 over 3 90 بتغير السيك هتكون كوز 90 بلس السيتا في 90 أهي بلس السيتا يعني هات الكواد اللي بعديها بيكون عندك السين بس اللي بيكون positive أرجع للمسألة اللي هنا سيك هنا اس لا 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 تبقى نجدب على طول ما نفعش ان يكونوا شبه بعض لازم ان يكونوا مختلفين عن بعض شوف انت طلعته بسرعة ازاي هيكون عندك هنا الكوسيك الكوسيك هي السبروكال بتاعت السين بدل ما هي هتكون 5 over 4 ان كان 6 نجدب دولة هتلعلك هنا 5 over 4 10 270 minus السيتا 270 بتغير التان هتكون عندك ايه كتان 270 minus السيتا 220 minus ارجع لورا ارجع الورايات في السرد بيكون عندك 10 positive وهو برضو جايب لك 10 يبقى هتكون بال positive كتان بقى عكس 10 بدل ما 4 over 3 هتكون 3 over 4 في السؤال ده بيقولك ارجع لك انا انا اعايز الفاريو بتاعت الحلبسة الواجهة بهلك دي طبعا انت عارف هنا من لما ييجي اقول لك هنا ازا positive accurate angle السيتا positive accurate angle accurate angle يبقى ده موجودة في first quad عشان لو انت سألت نفسك هنرسم triangle هنا في n quad هنرسم هنا في first quad حط نس theta وبيقول لك هنا طبعا انت عارف ان ده cosine وده sine انا معي كده sine theta هيكون equal 3 over 5 sine بيكون equals opposite over hypotenus ده 3 وده 5 هنطلع هنا بال ايه ال adjacent بال pythagra 3 وما طلع لك camp 4 يبقى كده يعتبر cosine بتاعت theta هيكون equals adjacent over hypotenus ومعي كمان تاني theta هيكون equals sine over opposite over adjacent 3 over 4 تعالي بانطلع كل واحدة من دولت هتطلع لك بكامل sine تعالي كتبها 90 minus theta 90 بتغير بدل sine هتكون cosine وال theta 90 minus theta دايما بصدب من غير ما تفكر باي لأي كلما يطلع بصدب اصلا لي لأن احنا في first go ahead يعني cosine theta بيكون equals 4 over 5 يا سلام شوفوا اللي بعدها بيه 10 90 minus theta برضو 90 minus theta 90 تغير 10 هتكون theta theta 90 minus theta على طول بصدب القتان بيكون equal بتاعت theta بدل ما 4 over 4 هنا هتغطك عندك هنا بيقولك cosine 90 plus theta 90 plus theta 90 بتغير cosine بعد cosine هتطلع لك هنا sine sine theta 90 plus theta دي موجودة في انهي quad هنا 90 على فكرة plus يعني اخذ الك quad اللي بعديها الاس cruel حيات احنا في second quad second quad بيكون عندك الصان بصدب هتكون برضو بصد الصين theta بتطلع لك بكم 3 over 5 يا الله سيد دية متطلعات الكام 4 over 5 plus وديية متطلعات الكام 4 over 3 multiply الكوزين مطلعات مطلعات هنا كام 3 over 5 اللي بالك احنا قلنا فيه هنا غلطة اكيد فيه غلطة هنا هنا فيه نجد هنا اه اه عندنا 9 86 بصدب وعندك الثان هنا كوتان plus theta بتغير 9 هتكون كوتان اه هنا كوزين معلش هنا كوزين 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 انا بصدت على دي ان هنا بيكون عند الصين بيكون positive هنا فيه كوزين هنا هيكون negative يبقى هنا ايه negative يبقى 4 over 5 هنكانسل دي مع دي هيتطلع لك هنا negative 4 over 5 في الاخر اطلع لك في الاخر اطلع لك هنا ب 0 طيب فيه طريقة تانية غير التعوض نحن نعمل يعني انت ما كنت اعملها بطريقة تانية اللي هي انت طلعت دي ايه انا طلعت دي كوزين اكتب يا عم كوزين طيب انت طلعت ايدي اطلعت كوزين القوزين اللي هي عكس التان يعني ايه التان ساين افر كوزين الكوزين هتكون كوزين افر الساين ồng لاي نائم ساين بتغاق لك ف هتكانسل دي معدية طلع لك هنا هنا من لك ساين يبق كوزين سي 沒錯 في الاخر يطلع لك بكم بزير ولا انا عوضت ولا اعملت اي حاجة ولا طلعت دي ولا طلعت دي تنفع اه تنفع تنفع ما تنفعش اللي يعني الدرس لستهله جزائي كامل كان من حاجة اسمها وده مش هناخده دلوقتي لانه الدرس احنا هنحل تمرين الدرس الجزء اللي احنا اخدنا ده وبعد كده هناخد الجنرال سلوشن